طيب خلصت أخبارنا السريعة لكن ما حضركم داينبن بنتابع أخبار الصحف والعنوين الصحف العالمية الخاصة طبعا بالشاملز ليج هنا معنا في المحترف نبدأ جولتنا النهاردة في فقرة الصحف العالمية بصحيفة ماركة الأسبانية اللي ركزت على فوز ريال مدريد على شختار بهدفين مقابل هدف في دوري أبطال أوروبا وتسجيل كريم بنزيمة الهدف رقم ألف للفريق الملكي في بطولة الشاملز ليج وكتبت بنزيمة ألف ليلة ده طبعا يعني الهدف رقم ألف لريال مدريد في بطولة الشاملز ليج ويمكن أكثر الاندية إحرازا للأهداف في هذه البطولة العريقة هو طبعا ريال مدريد واللحاق بنزيمة الهدف الألف في هذه البطولة كمان تحدثت الصحيفة عن هزيمة أتليتكو مدريد أمام ليفر بول بصنائية نظيفة في دوري الأبطال. وكتبت ليفر بول لم يعطي أي خيار أمام أتليتكو مدريد. لسه في أسبانيا. ونروح لجريدة الأسبانية. التي تحدثت أي كمان أكيد عن هزيمة أتليتكو مدريد أمام ليفر بول في دوري الأبطال. وكتبت دفاع سيء وحكم سيء. طبعا الصحيفة اهتمت كمان بتوقيع أو بقرب توقيع تشافي هيرنانديز مع برشلونا. لخلافة طبعا المدير الفني السابق رونالد كومان لفريق برشلونا. وكتبت تشافي اليوم. يعني اليوم طبعا ده في إشارة أن طبعا تمسك تشافي بالعودة إلى برشلونا. كمان الصحيفة اهتمت بلقاء الأندية الأسبانية في الدور الأوروبي تحديدا ريال سوسيداد. وجراتس وكتبت فرصة حقوقية. وبايرن ليبر كوزين وريال بيتيس كمان. وكتبت الجريدة ريال بيتيس من أجل الصدارة. طيب نسيب أسبانيا ونروح إنجلترا. نروح إنجلترا تحديدا جريدة زاسان الإنجليزية. اللي ركزت طبعا على فوز ليبر بول أمام أتليتيكو مدريد بهدفين مقابل لشيء. وتأهله الرسمي للدور الستاشر في دور الأبطال. وكتبت البعض يحب جوتا. طبعا جوتا اللي أحرز هدفين. وكمان ماني يلتهم سوارز. الصحيفة اهتمت بأخبار أكيد المدرب القادم لنيو كاسل يونيتد. وكتبت نيو كاسل يتحول لإيدي هوبي. طبعا بعد رفض أو يعني أوتي إمري طبعا المدير الحالي لفياريال. واعتذروا عن طبعا الرجوع مرة أخرى من بوابة نيو كاسل. وبالتالي طبعا اعتذر عن هذه المهم. نروح لفرنسا تحديد اللي كيب الفرنسية. اللي ركزت كمان الصحيفة على باريس سان جرمان. باريس سان جرمان والتعادل 2-2 أمام ليبسيك الألماني. في دور المجموعات بدور أبطال أوروبا. وكتبت رغم هدفين فاندوم. لكن بالرغم عن هذا باريس سان جرمان يمكن فقد نقطتين غليين جدا. لأن فوز بارشلونة كان كمان صعوده على الصدارة. ولكن تأجل صعود باريس سان جرمان للجولة القادمة. الصحيفة كمان اهتمت باللقاء أولومبيك مارسيليا والاتسيو. في دور المجموعات بالدور الأوروبي. وكتبت أولومبيك مارسيلي الفوز أو المعاناة. طيب نسيب فرنسا ونروح لإيطاليا. طبعا تحديدا جريدة كوريلي ديلي سبورت. اللي ركزت على فوز انتر ميلا على شرف ترابسول. بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف. وكمان تعادل ميلا أمام بورتو واحد واحد. في دور المجموعات بدور أبطال أوروبا وكتبت. ميلا لا يذهب أبعد من ذلك. واحد واحد أمام بورتو ويجعل التأهل متعلقا بخيط. أما انتر ميلا الملحمي مع سيموني. كمان اهتمت بلقاءات أنديت لاتسيو ونابولي في دور المجموعات بالدور الأوروبي. ولقاء روما في دور المجموعات بدور المؤتمر الأوروبي. زي ما حضراتكم شايفين كل الصحب بتتكلم على الشاملونز ليج. واحنا كمان هنا في المحترف لسه عندنا حاجات كتيرة جدا.